اشتركوا في القناة نعم كما قدم جلالة الملك المفدى تعزيه وموساته إلى أصحاب السمو أشقائي وأنجال الفقيد وإلى أسرة آل انهيان وإلى الشعب الإماراتي الشقيق دعينا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وردوانه وإسكنه فسيح جناته ويلهم عموم آل انهيان الصبر الجميل وحسن العزاء أشهد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعى بمآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهود رحمه الله في بناء نهضة دولة الإمارات الحديثة وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وإساماته مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو في دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أركان مسيرته المباركة ستظل أعمال الفقيد الراحل ومنجزاته رحمه الله راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذا به في القيادة والبذل والعطاء أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين قيادة وشعبا التي آلمها هذا المصاب الجلل ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر المواقف الخالدة والمشرف للراحل الكبير رحمه الله تجاهها وقال جلالته بعد أن ودعت دولة الإمارات الأب الحاني والقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان طيب الله ثرى انتخب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان حفظه الله رئيسا للدولة مباركين لسموه مبايعة حكام الإمارات وشعب الإمارات الشقيق له ليكمل سموه مسيرة القائد المؤسس والموحد لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثرى سائلنا الله أن يحفظه ويرعى ويسدد على طريق الخير خطأ كما عرب جلالة الملك المفدر عه الله بهذه المناسبة عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسد الروابط الأخوية الوثيقة وشائج القربة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ مؤكدا جلالة عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة ستبقى بإذن الله راسخة ومتجذرة بما يختم مصالح البلدين الشقيقين وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد وصل يوم أمس بحفظ الله ورعايته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله في رحيله إلى بارئه فقيدا للأمتين العربية والإسلامية تلهج ألسنة أبناء شعبه بالدعاء له وينعيه العالم أجمع مجمعين على حكمته ومسيرة طالت بها عطاءاته وتنميته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتكون في مصاف دول العالم فقد كان حبه لشعبه ووطنه وازدهاره قصة تخلدها الإنجازات في صفحات التاريخ حيث سارت دولة الإمارات منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله بثبات في طريقها نحو نهضة تنموية شاملة عنوانها شعب الإمارات الذي أعطى له في عمره أرقى مقومات الحياة الكريمة وسابق بوطنه الزمن ليكون في مقدمة دول العالم وفي هذا المصاب الجسيم تفقد مملكة البحرين من رسخ أواصر الأخوة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هديا على نهج الشيخ زايد رحمه الله لتبقى كما كانت علاقة الروح بالجسد وذات خصوصية فريدة باعتبارها نموذجا للوحدة الخليجية والتلاحم بين الأشقاء والانسجام في كافة القضايا الإقليمية والدولية كما حرص الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله على أن تكون الإمارات ذات سياسة خارجية متزنة تعتمد على احترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين ومد جسور التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة على مبدأ الشراكة الدولية في نشر السلم والاستقرار وتجنيب الشعوب ويلات الحروب ولطالما حظيت علاقات مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بكل الرعاية والاهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه على أساس راسخ من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين والدم والمصير المشترك والإيمان بنهج السلام والخير والتسامح رحم الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلة الإمارات المباركة وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون